صحوة ضمير إنساني تلح في الوفق بعد عقود من العربدة الإسرائيلية والانتهاكات التي تجاوزت القانون الدولي في ظل صمت مطبق من بعض القوى الدولية الكبرى والتي توفر حصانة مجردة من كل القيم الإنسانية لكيان اغتصب الديار وشرد البشر طيلة سبعة عقود من الزمن إسرائيل ذلك الكيان الغاصب الذي زرعته القوى الاستعمارية في خسرة الأمة العربية بعد رحيلها الشكلي من المنطقة حيث تمكنت إسرائيل من اجتياح مساحات شاسعة من دول عربية عدة في غضون أيام وألحقت هزيمة النكرى بجيوش الأنظمة العسكرية آنذاك واليوم باتت إسرائيل باستورة جيشها الذي لا يقهر محاصرة بفعل المقاومة الفلسطينية والتي امتلكت منظومة عسكرية صارت تشكل عامل ردع أعاد القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي أكثر من أي وقت مضى وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع إلى 227 شهيدا من بينهم 64 طفلا و38 سيدا و17 مسنا إضافة إلى 1620 إصابة بجروح مختلفة العدوان الإسرائيلي على غزة ألهب مشاعر الملايين في مختلف دول العالم وصارت القضية الفلسطينية في واجهة الأحداث الدولية بعد موجة تطبيع قادتها أنظمة إقليمية ظنت النجاة بالقرب من الكيان الغاصب حيث قليبت المعادلة بفعل بارود المقاومة الذي صنع مفاجأة لم تكن بالحسبان فيما بلغت حالة التضامن العالمية مع القضية الفلسطينية مستويات غير مسبوقة منذ عقود في ظل فشل حل الدولتين وكل ذلك ينذر بتحول عميق في مسار القضية الفلسطينية وإمكانية محاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية المختصة أيها العالم المتحضر إننا نقتل بسلاحكم بطائراتكم بأموالكم فهل سنشهد في قادم الأيام حراكا دوليا ينصف ضحايا العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أم أن القوى الاستعمارية الكبرى ما زالت مسيطرة على الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتقدم كافة أنواع الدعم والحصانة للكيان الغاصب